كتاب الذين لبسوا البلط الأبيض يبدو من الوهلة الأولى وكان لنا أصاد مثلا رصد أدب اجتماعي تاريخي سياسي نفسي لهؤلاء الذين برعوا في عالم الطب مثلا ولكنهم احترفوا الكتابة الأدبية والروائية وهم كثيرون وحسن كمال دكتور حسن كمال ليس أولهم ولا أظن أنه هيكون أخرهم لكن تفاجأ بأنه لا دي تجربة دكتور حسن كمال وهو طالب في كلية الطب وحتى التخرج أو من وحي عالم دراسة الطب والتخرج والعمل طبيبا دكتور حسن كمال خريج كلية طب سنة 99 يعني من 21 سنة خليني أسأله بقى عن هذا الكتاب الممتع وإن كان ده دعوة لإراءة كل كتب الأخرى وسنترك أبواب وأغلفة الكتب الأخرى والريادات الأخرى لكن خلينا الأول نعط في الصالة كده وفي الريسبشن الكبير الواسع الذين لبسوا البلط الأبيض ليه أنا اخترت أن ده يبقى العمود الفقري لحوارنا النهاردة علشان دي ظاهرة اجتماعية يعني أنت ملمسها من الصفحات الأولى من الرواية أو من الكتاب اللي هو الشغف الشديد بفكرة التحاق الإبن أو الإبنة بالطب أنه لقب دكتور حتى أنه بطلنا في الكتاب أبوه مسمي نفسه دكتور ومسمي العيلة الطيب الطبيب وهو معامل دكتور غاد مقى دكتور أعشاب والوهم ده خلينا نقف عنده ونسأل وانت كاتب الكلام ده من 2017 لكن أنت ابن عشرين سنة فاته في الدراسة الطب خلينا أقول كيف ترى المشهد الآن بعد العمر ده بعد دفاوات حقبتين من الزمن على تخروجك طبعا أنا بشرح لك على هذه الدعوة الكريمة طبعا يعني وأنا سعيد جدا بهذه الدعوة وبالبداية من هذا الكتاب يمكن هذا النص تحديدا أنا كنت شايف أنه في وقت ما سيرصد يعني هو طبعا في وسط خضم الأعمال اللي خدت جوائز والأعمال الروائية اللي لها يعني رواك شديد حقيقة أن هذا الكتاب أنا مش هو رغم أنه هو كتاب ساخر لكن هو وكتاب ساخر جدا على فكرة وده اللي أنا دورت عليه في كتبك الأخرى ما لقيتش النغمة بالسخرية العزبة الجميلة يعني ممكن أنت عدت قراءة كده تضحك والناس يقول لك إيه الراجل الغريب لأنه مضحك فعلا جدا مفارقاته كمان خرافية يعني هو الحقيقة يعني أنت بتقول أنك أنت بتحاول تكتب أدب وقعية سحرية الحقيقة الذين اللابسوا البلط الأبيض وقعية سحرية هو النص ده اللي ما كتبته أنا قررت أنا أحب قوي أن أكتب عما أعرف في كل اللي بكتبه شايف أنه فيه مرحلة كده للكتب في بداياته عنده كتير يكتبه مما مر بيه التجارب الشخصية يعني حرك تاريخك الكبير في الإعلام والصحافة قد يعني يحتمل عشرات الكتب وإحنا بقى اللي شفناه في الطب ويمكن أنا مثلا آخر نص دي يعني سيكلمة السرية دي تعرضت الحياة بطل رياضي بمفارقتها ما قبل مرضه وبعد مرضه وأخذها من قصة واقعية كتبت في المرحوم عن عامل مشرحة كلية الطب أنا بأتحرك في إطار يعني ما أعرفه اللي لدينا في اللذين أنا لبس البارس في مشرقتين في مشرحة الطلب مشرحة الطلب ومشرحة الأطباء لما جيدك تبه عن الطب كنت شايف أنه عايزك على التجربة بطل الرواية طبعا اسمه عشمان عشمان الطيب يعني البطل هو عشمان الطيب أنا في البداية كنت أفكر أنه أنا أرصد تعودت نظرية بعد كده ليه نظرية قلت كبيرة يعني أنه أنا أرصد مر بالأطباء في دراسة الطب خد بلحظة لك هو العنوان الذين لبسوا البلط الأبيض طبعا مش المعتف مش المعتف يعني لكي نخرج ان احنا حين عمية مش فصحة ويلبسوا كمان بإحاءات لبسوا كلها بدليل حتى في الغلاف بالغلاف بقى العمل اللون الأسود عكس اللون الأبيض لكن بالضبط فهي لبس المرء يعني تورط يعني ويعني تحول الأمر إلى عبء عليه مش مجرد بالضبط هو تورط للزينة يعني هو تورط فهي قصة اللي دخل كلية الطب مليء بالطموحات العريضة وان الدنيا هتبقى سهل وانبه عايزة سألك الأول قبل ما يخبر الطب عن الطموحات العريضة دي يعني انت بتكلمنا عن طموحات سائدة لكن ليه هي سائدة وليه رائجة رغم الحال المنيل اللي احنا هنعرفه من خلال النصك الجميل هو هي طموحات سائدة هي ثقافة وتصور معين ان النجاح لفترة طويلة يمكن في الأجال الجديدة انا شايف شايف بقى ان يعني بعد الحقبتين لان نهاردة بقى فيه تطور بقى المسق في رؤية الأطباء نفسهم لفكرة ان الابني لازم يطلع دكتور زي احنا يمكن ما كنا احنا في الكلية والأجال اللي اكبر منها بشوية كان دي قعدة الطبيب لازم يبقى دكتور لازم يبقى ابنه دكتور فيه فصل المعادلة هنا رائع جدا فيه حكاية ابن الدكتور دي بس اعفاك دي في المعادلة بقى عاي يعني هنجلها انا كنت بكتب كتاب جد والله كنت بكتب مذكرات كده يعني تخيولية مش لأنا شخصيا لكل اللي انا شفته اه وبعد شوية لقيت نفسي وانا بكتب بدأ ان الموضوع واخد شكل مفارقات ساخرة جدا اه فقررت ان هزا هو وقعية هو وقعية يعني عايز اقول لحلالك طيق الببدع ممكن تعمل الشكل الروائي والحدث عشان توصل للكوميديا دي يعني هقول لحلالك فيه خصة الدكتور عشمان مع عصفور المريض اللي كان طول الوقت بيمشي هنقول بعض شوية هل هي نمشي واحدة واحدة مع الكتاب اه التطور بتاع القصص معظمها معظمها بداياته حقيقية المنبع مشهد من المشاهد اللي انا شفته ثم عندما تكتب بقى الجزء الساخر والابداعي يعني قد تجنح بقى لبعض المبالغات والاستخدام مشاهد مختلفة لكن تقريبا تقريبا هذا النص انا كنت مهتم جدا بمنتهج جدية اني ارصد كل ما رأيته من مفارقات غريبة جدا في تاريخ دراسة الطب انت اللي رصدها بس يا دكتور حسن والا جموع الاطباء لمسين المفارقات دي وفكرة الحلم والطموح اني انا بقى دكتور ويدخل الكلية تسحل وتخرج من الكلية يعني بعد معاناة بكل مفارقات الكلية اللي هنتكلم فيها دلوقتي ولما نقول لكلية بنقول لكليات احنا ما نقصدش للأصر العيني والعين شمس بس لكل الكلية جمعة هيرو جمعة هيرو طبعا انت ده الابطال دولة انما هل ده انطباع عام عند الدكتورة والاطباء ولا ده رؤية بقى طبيب قدر يرفع نفسه الى منطقة رؤية علوية كده يبص على المشهد من فوق كروائي ككاتب بص عليك هو الاهداء في هذا الكتاب بيصف او بيشرح الموضوع الى اللي جرب وعارف واللي مجربش وعايز يعرف اه طيب بس انت عندك هنا طبيب قال له يعني اللي مسمعش كلام والله اللي مسمعتش كلام اللي عارف هو ما قليش واللي دخل قبلي وما قليش واللي دخل بعد وما سألنيش وما سألنيش فاحنا هو فعلا لا طبعا الاطباء عارفين المشوار طويل اولا بس اعايز اقول حاجة الطب انا انا رجل متحيز جدا للطب ولازلت الطبيب مخلص لعملي انا معرفش يمكن حرك انا رئيس اللجنة الطبية في اللجنة المصرية وكنت رئيس البعثة المصرية في الطبية في الولمبي في اخر تلات دورات اولمبية صحيح وبشتغل في يعني جهة يعني مرموقة اللي هي المركز القومي البحوث وانا رئيس مجالة الطب راضي فيه فاذا انا بعمل في المجال وبعمل في الطب بمنتهى الاخلاص يعني ليس ترسولا ولا ترفوعا ويعني اه بطبع ذاك النهاردة الصبح بحاسل ترقي فانا يعني مكمل زي منا اه يعني شاب بس محدش في هاتف غلط اه بالزبط مش هو انا خرجت بقى وبقول لا انا بس بحكي قد ايه هذا المشوار هو مشوار في منتهى القسوة اه ومليء بالمفارقة بص على كل ما توسعت في التعامل مع البشر في مصر بشكل خاص وفي العالم بشكل عام كل ما المفارقات هتكتر اطبع برعا مجموعة من المفارقات انت الصبح داخل شايف رئيس القسم الذي قد يطلق عليه الاستاذ او الباشا في بعض الكليات مرورا بالتمرجي مرورا بالعامل مرورا بالمريض والمريض ده الصبح في المستشفى الحكومي غير بالليل في المستشفى الخاص ده انت كل يوم يعني وصح يعني سحل ها سحل وتتالي في المشاهد وناس يعني اصلا فكرة هذا الكتاب جات لي من موقف في منتهى القسوة كان عندي اتنين عيانين وانا في الامتياز في الكل الطب عندنا اتنين عيانين في المستشفى الامراض البطنة احدهم عنده مرض خطير جدا واحدهم عنده داخل حاجات بسيطة الرجل اللي كان داخل لهذا الوضع المرض العضال يعني كان لطيف جدا هو صهبر والتاني عامل حاجات كل يوم نوقت نضحك بقى من كامل عصبية والصخب واقول له طب بص ده يعني الصبر وان شاء الله يعني فهذه المفارقة اول حاجة فكرت فيها ان انا لابد ان اكتب يوما ما عن المفارقات في الطب بعدين قررت ان انا اخد تجربة الماجستير وتجربة الدكتوراه عشان لان اكتب برضه امرت بكل التجرب صحيح فما حدث بقى الكتاب الصغير ده وهتعمتنا ان هو يكون في قطع صغير كده زي الكتاب الأدوية فالمفارقات بقى التالت ففعلا المشهد مليء بالمفارقات المستفزة لأي كاتب عشان جدا فيه كتب كتير على فكرة بعد هذا الكتاب خدت نفس النحو اه اللي بيعجبني دكتور رحمد عاطف اللي هو جبس والحب والجبس والجنس حاجة كده الانس والجبس الانس والجبس تجربة طبيب عظام في مستشفيات فيه وفانيلا وفالت وفانيلا وكاب حاجة زي دي بالزبط فهو بقى يعني انا يمكن الكتاب ده كان اول يعني دخلة في هزا الاتجاه وتتلى بعدين يعني يعني اول مجال كبير نحن يسا هنلاقي كتير يعني كل واحد لو قاعد يكتب هنلاقي المجال المليء والفرق هنا